اليوغا من الموضوعات اللي نقدر نقول عنها انها متصدرة الترند طول الوقت دائما هتلاقي الناس بتتكلم عنها وبتسأل عن كتير من حاجات المتعلقة بيها اليومين دول مع ارتفاع درجات الحرارة والصيف والحر والضغوط اليومية الطبعية بقى فيه كلام كتير قوي عن استخدام تمارين اليوغا عشان نتقاوم كل الضغوط اللي بنعدي بيها خلال يومنا ولانه معظم الناس مش قادرين لسه ان هم يستوعبوا ان اليوغا هي رياضة ورياضة مهمة جدا كمان قررنا اننا نفهم اكتر النهاردة عن اليوغا واضفتنا النهاردة كمان قدرت انها تساعد الناس في ان هم يمارسوا اليوغا اونلاين عشان يقدر كتير مننا انه يستفيد منها منورنا النهاردة قارما التوخي مدربة اليوغا ازايك يا كارا؟ ازايك؟ عملة ايه؟ الحمد لله كويسة؟ الحمد لله انا مبسوطة ان انتي معايا واول حاجة انتي قلتها قبل الحلقة على طول مدربة اليوغا معتمدة يعني ايه مدربة اليوغا المعتمدة؟ انا مدربة اليوغا معتمدة من اليوغا الاينز دي بتكون بعدد ساعات فانا درست 250 ساعة فدي شهادة معتمدة في اليوغا اوكي طيب فيه ناس كتير قوي ما بتفهمش يعني ايه يوغا او ما يعرفوش عنها كفاية وانا واحدة منهم بصراح يعني انا بعدين بعد شوية اكتشفت من الناس صحابي كتير جدا انهم بيروحوا يعملوا يوغا ويقولوا يده تمارين ونفس وعضلات وليونة دي حقيقة فعلا يعني ايه يوغا؟ يوغا هي جاية من كلمة يوج باللغة الهندية القديمة بمعنى واحدة اتحاد الروح والقلب والعقل مع بعض احنا طول الوقت بنكون عايشين بنجري وبنشتغل نسين نفسنا بنبقى جسمنا ده عبارة عن بيت بس هو العقل والروح في كل واحد في حتة فاليوغا بتجمعهم مع بعض علشان اوصل لنفسي الحقيقية او السلام الداخلي اليوغا بتسعيدني ان انا اعمل ده ده الروح؟ كلها مع بعضها هي كلهم مرتبطين ببعض يعني انا مثلا بدخل جوه نفسي وابدأ اكتشف نفسي من جوه عن طريق النفس ان انا باخد نفسي كويس يعني كأن نفسي ده بالظبط عربية بدخل بيها جوه نفسي عشان شوف نفسي الحقيقية انا مين؟ طول الوقت يعني الضغوط والحياة والشغل وبنكبر والمجتمع بيحط علينا حاجات مش بتاعتنا لكن لو دورت جوه نفسك الحقيقية ممكن تلاقي ان انت شخص تاني خالص شخص حنين شخص طيب لكن مع المجتمع ممكن تبقى انت بينا من برا ان انت مثلا شخص عنيف شخص خواف انت مش كده هو المجتمع اللي خلاكي كده لكن اليوجا هتساعدك ان انت تدخلي جوه نفسك الحقيقية تعرفي انت مين فعلا اوكي وهل هي فعلا كمان بتساعد ان هي عندك لياقة؟ بالظبط البوزس او الحركات اللي انت بتشوفيها في اليوجا او في ناس كتير فاهمة ان هي دي اصلا اليوجا اللي عايز اقول لحضرتك ان البوزس دي فرع واحد من 8 فروع اساسية في اليوجا اوكي يعني مثلا اليوجا فيها بتتكلم عن الاخلاقيات يعني انا ما بيجي اقول بيقول اليوجا اخلاقيات قبل ما تكون حركات ومعظم الرياضات كده او بس دي اساسيات فيها يعني مثلا ان انا ابقى شخص مش بيسرق مش بيجذب شخص مش ملوش في العنف شخص طيب شخص بيساعد غيره شخص محب للخير دايما لكن لو انا شخص ما عنديش الاساسيات دي انا مش عارف فعملي اليوجا صح اوكي فهمتك بس يعني زي ما تقولي كده هي بتساعد ان احنا تخلي عندنا اليوجا بالظبط بالظبط هو كده بيسحب اوكسجين او اوكسجين فده معنى ان هو بيتنفس لا اه خالص احنا سعب ننسى نتنافس انتي هتعب ورينا ازاي نتنافس طيب طيب هو كان فيه تمرين نفس ممكن لما ييجي الحار والنور يقطع ممكن بنعمله لانه بيخلينا نحس بالنحن كولينج شوية كده جسمنا بيحس ببرودة شوية بالظبط اوكي احنا كلنا محتاجينو دلوقتي يس اوه وكل ناس تقريبا اوكي هو المفروض ان انا بخلي الثاني يبقى فوق عند سقف بقيق قبل سناني عند الحق او بس قبل سناني بس قبل سناني اوه وبقفل عليه وقفل سناني على بعض بنفس الشكل كده وباخد شهيك من طريق سناني وبعد ما اخد الشهيك انا هشرحه الاول وبعدين اوريك ازاي اوكي هنعمله سوا دلوقتي بعد ما باخد الشهيك من طريق سناني بقفل بقي وطلع الزفير من المناخير اوكي بس فبنفس الشكل كده ده غير اللي هو قبل ما تورهولي ده غير اللي هو التنفس اللي هو كان بيقولك اسحب النفس لجوه واكتمه وبعدين طلعوا بالراحة من بقك اوه بالظبط انت تقولي احنا هنطلعهم من مناخير مهودات امرين علشان بيعمل برودة وكمان بيساعد على التركيز وبيساعدك لو انت متوترة او فيه قلق جواكي ده بيساعدك ان انت تبيق احسن يلا بس فهقفل سناني هطلع لساني فوق قبل سناني بالظبط كده لا انا برت طلع اخدي النفس من سنانك يعني الهو هيدخلك من مبين فتحات الاسنان اعملي دلوقتي جاروبي صح او فعلا كأن الحتة دي فيها برودة فيه ساعة بالظبط كده الهوى دل هتنفسه داخل هامي فانت لما بتعمليه بقى المفروض ان انت بتكوني قاعدة في وضعية مريحة لو قاعدة مربع رجلك مثلا بتغمضي عينك بتهدي بتبدأي تعمليه فده فعلا بيحسسك بالتركيز ويقلل التوتر بحسسك ان تجو ساعة حسيت بهوى فالتمرين ده فعلا يعني حلوة جدا لما يكون الجوه حار يمكن تعمله قد ايه يعني مثلا انا لو قررت ان انا قاعدة اعمل التمرين ده انا هبتدي حس ان هو بيعمل حاجة معينة اعملي عشار مرات عشار مرات وربع عشار مرات وانت قاعدة في هدوك كده هتلاقي نفسك مكملة يعني تقولين انت بقى يا كارما انت ايه اللي خلاكي تدخلي في موضوع اليوجا وانت شكلك صغير جدا فمش متخيلة مدربة ومعتمدة ومش عرفة كم ساعة حاجات كتير عقوي كده فا ايه اللي خلاكي اصلا ترتاجي الموضوع اليوجا انا كنت بروح جم وكان في مدربة يوجا هناك وكنت باحضر معها فكنت بحب الاحساس بعد الكلاس قوي فضلت فترة كبيرة يعني انا عملت اشتراك سنة كاملة في الجم عشان بس احضر يوجا كلاسز بس بعدها هي غالبا سفرت او اتجوزت فجابوا واحدة تانية مش حاسة بنفس الاحساس بعدها فضلت في البيت فترة بقيت بشوف فيديوز بقرأ عن اليوجا بذاكرها كاني بالضبط باخد كورس او بذاكر حاجة يعني هاخد فيها شهادة وانا مكنتش لسه اصلا اعرف ان فيه كورس يوجا ممكن تأهني ان انا بقى يوجا تيتشر مدرسة يوجا او بالضبط فكنت بشتغل على نفسي وبدأت كل يوم كل يوم بعمل يوجا في البيت وخلاص بقى بعدها روحت اخدت كورس خمسين ساعة او قبل ما اخد الكورس الخمسين ساعة انا كنت الجم اللي انا كنت بروحه كنت بستأزم صحبة الجم واخد المات بتاعتي واروح فيه روم كده بيعملوا فيها يوجا بستأزم اقول لا ممكن اطلع اعمل اليوجا الواحدي مع نفسي فكنت بقى بقفل النور بعمل اضاءة معينة بشغل مزيكة معينة وبس معها وانا بعمل يوجا فهي جات من بره شافتني تقريبا وفضلت وقفة طول الوقت اللي انا بعمل فيه يوجا بتتفرج عليها وبس فبعدها لقيتها بتقول لي انتي هايلة وانتي بتعملي يوجا قلت لها بجال تانكيو يعني راحت بتقول لي ايه رأيك تعملي كلاسز يوجا في الجم قلت لها اكيد لا انا مش معايش هادة وانا مش درسة انا اوه يعني ممكن ابقى فهمة بس بس مقدرش ان انا اتحكم في ناس وخليهم قدامي بعمل لهم يوجا كلاس يعني قالت لي جرب فقلت لها لأ فبعدها جات كلمتني بعدها في فترة قالت لي بصي انا حطتك اندام الامر الواقع وانا عملت اعلان ان انتي هتيجي تعملي يوجا كلاس بكرا فبصراحة انا خفت جدا قعدت اصلي استخارة وادعي اللي هو انا قدامي ارواح وقدامي اجسام ناس يعني انا مش عارفة هعمل ايه بصراحة رحت عملت الكلاس والناس كلها بعد الكلاس كانوا مبسوطين قوي ولقيت ان هم كتبوا بعد الكلاس كل واحد كتب كومنت كده اللي هم مبسوطين قوي اه وبعد الكلاس في حضن كده الناس جاية تحضني ومبسوطة ده بجد يعني خلاني مبسوطة قوي وفرحانة بحاجة زي كده يعني ان انا قدرت اساعد الناس دي طبعا فبعدها فقلت مش ينفع ان انا افضل اكمل في حاجة وانا مش درسها بدأت في خمسين ساعة وبعد كده اخدت كورس متين ساعة وابتدت الرحلة ببعليك يا فرما بجد مرسي بجد احلى حاجة في الدنيا ان الواحد يلاقي ناس بتعمل حاجات هم بيحبوها وفي الاخر تتحول لمهنة بتاعتهم بتساعد بيها نفسها وغيرها اه يعني انا حاسة ان اليوجا هي اللي ندتني مش انا اللي روحت لها يعني انا كان مستحيل افكر ان انا ادرسها وادرس لناس كيو بكر ما اشرح لنا بقى شوية حاجات اليوجا انا المفروض بعملها مثلا ايه مرة في الاسبوع ولا دي حاجة بعملها كل يوم وقتها ادي ايه و ايه اللي بيحصل يعني انت ممكن حد بجانور لسه مبتدق عايق يعمل يوجا انت ممكن تبدأيها بعشر دقائق مثلا كم؟ عشر دقائق مش مهم بس اللي هو ايه كأنه روتين يومي كل يوم هتفضل تعمل شوية هتلاقي نفسك بتتعمق فيها اكتر هتلاقي نفسك بتدخلي فيها اكتر يعني هي تبقى عشر دقائق في اليوم يعني لا هي مش عشر دقائق يعني الكلاس مدته كبداية يعني كبداية انت في البيت لو انت مش بتروحي مكان تتمراني فيه انت ممكن تبدأي مع نفسك في البيت اللي هو بس حتى لو هتعادي تعملي تمرين نفس تسترخي ترجعي لنفسك تحس ان انت بدأتي ان انت تعرفي نفسك شوية شوية طب وانا اقدر ازاي اعرف على التمرين ذي اللي انا بعملها في البيت يعني انا المفروض عندي بيج على نستجرام بيشوفوا ريلز والحاجات اللي انا بنزلها فيه في اليوتيوب ممكن بيتفرجوا على فيديوز كاملة فيه كلاسز بتبقى موجودة ساعة كاملة بيتفرجوا عليها بيعملوا زيها فيه انواع معينة اليوغا ندور عليها هي اليوغا من الاف السنين ده كان اول نوع في اليوغا اسمه هاتا يوغا ها اللي هو سان تا مون ده باللغة الهندية القديمة معناها النوع ده كان يعني بيشتغل على البالنس اللي هو ما بين الجزء الانساوي والذكوري ده اقدم انواع اليوغا وده تقريبا اشهرهم بعد كده بدأوا يعملوا انواع تانية زي الاشتانجة ده بيشتغل لو حد عايز يبني عضلات زي الديان يانج اللي هو لو حد عايز يشتغل على الجزء الانساوي اكتر بس لكن النوع اللي هو السائد قوي اللي هو الهاتا يوغا اوكي طيب هل فعلا فيه انواع يوغا بيقوله مثلا لو واحد عنده صداع بيعمل حاجات معينة او بالزبط فيه بوزز معينة بتتعامل طيب انت حاجة ماينفعت وريهاني؟ انا عالطول عندي صداع اوكي هو انا ممكن اش رحولك اوكي بتكون وايد وبعدين ممكن بتحطي ايدك في وسطك وتنزلي يعني بالجسم التحت اوه بالتحت بس مش بظهرك عشان ما يكوصش اوكي بس وبتنزلي وتحطي ايدك على الارض وثباتي مثلا خدي خدي مثلا كبداية خدي خمس انفاس تحت وانت تحت وبالراحة جدا وانت بتطلعي ده بوز من البوزز اللي بيقلله الصداع جدا يعني طيب ولو في حد عنده مشكلة في الظهر لو حد عنده مشكلة في الظهر في بوزز وكنت منزلة ريل برضو على الناس نقدر نبص عليها من على السوشال ميديا او بالزبط كده يعني مثلا ابساطها ممكن اللي هو اللي هو يعني بترجعي ناس كتيرة في معظم الوقت بيبقوا بيشتغلوا على مكتب بيبقوا عادين على الموبايل فبتحس انهم عملوا كده فاليوجا بترجع لك اللي هو ايه ترجعي لطبيعتك بقى اللي هو يبقى ظهرك مستقيم العمود الفقري فممكن فيه بوزز سهلة او اللي هو بترفع ايدك لفوق وبتنزليها وتمسكيهم ببعض اهم حاجة تحافظي على استقامة ظهرك ده من الحاجات السهلة او اللي ممكن تعمليها في اي مكان وانا قاعدة وانتي قاعدة على الكورسي يعني انتي ممكن تجربي تعمليه دلوقتي طب وفيه تمارين تانية ممكن اقدر اعملها كيوجا او انا قاعدة على كورسي او كتير زي ايه يعني مثلا ممكن تعملي الايجل بوز اللي هو ده تعملي ايدك كده ويبقى ظهرك مفروض ده هتلاقيه بيشد الاختاف وضهرك الوراء اكتر ممكن اللي هو بتعملي توسط انا ببقى هنا فبحط ايدي لو الكورسي اكبر شوية بلف الوراء شوية والنحية التانية دي بوزز سهلة قوي اي حد يعملها في اي مكان انا كنت منزلة ريلا في المطار اللي هو وانتوا قاعدين نستنين الطيارة ممكن تعمله كده ايه طيب هل فعلا زي ما بيقولوا فيه تمارين اليوجا بتحسن التركيز او طبعا كل يعني مثلا تمارين بالانس ليه علاقة بالتوازن اللي هو انت بتقافي على رجل واحدة فانتي بيكون كل تركيزك ان انت بتعملي البوز يعني بقى فيه توازن في جسمك فانتي ده بيحسن التركيز يعني معظم التمارين او البوزز بتاعة اليوجا اللي فيها توازن دي بتساعدك على التركيز لان انت خلاص انت مركزة مع نفسك والبوز الحركة اللي بتعمليها فانتي خلاص عملتي فاوكس او عملتي تركيز اكتر طب فيه اوقات معينة مثلا بيقولوا مثلا اليوجا احسن تتعامل قبل ما تفطر الصبح بدري جدا وفيه ناسا يتقول لا ده قبل ما تنام عشان تساعدك ان انت تنام احسن احسن وقت المفروض الواحد يام فيها اليوجا اليوجا بتتعامل في اي وقت في اليوم بس يكون قبلها على اقل حاجة واكلة بساعتين يعني تكوني واكلة بعدها بساعتين ابدأ اعمال اليوجا اي رياضة بالظبط لكن انا من وجهة نظري بحب اعملها الصبح تبتذي بيها يومك اللي هو بالظبط كأنه روتين زي كوب باية القهوة عند اي حد تاني يعني بس حاسن مزاجك بقى وتحطت او جدا جدا دي حقيقة فعلا مثلا التوقيت اللي هو عرفه من 5 ال 7 الصبح وقت الشروق كده بيكون لي احساس مختلف وبتوازي تعمليها وقت قد يا قر لا انا ممكن اعود لساعة اوكي انتيتك جدا قبل ما يروح الشغل يعني اكيد مش هيوعد ساعة زيك بس ممكن مثلا حتى لو عشر دقائق انتي لو قاعدتي بس عملتي تمرين نفس يا دا كفاية قوي لو عملتي الصبح يقلل السترس عندك الدغوطات عمتا بالضبط بالضبط انا عاملة تمرين نفس انا هادية فراحة الشغل فاي حد هيدايني انا مش هتدايق اه عاعد من واحد لعشرة كتاعة بصي بقى رحنا مرة انا وحدة صاحبتي الجيم وانا المفروض كنت بتمرن بقى لي فترة اكتر منها وقتها طبعا المهمة صاحبتي دي انا كاتش بتمرن وفاجأة المدربة طلبت ان احنا نعمل حاجات ولاقيت صاحبتي دي كأنها بتتمرن مثلا بقى لها اتناشر سنة مرتين في اليوم مثلا فالمدربة قالت لانتي ازاي بتعملت اصلا انا بروح لعب يوجا هي كانت عندها كم مليونة مش طبيعية كأنها واحدة بتتمرن بجد بسبب ان هي كانت بتتمرن يوجا طبعا هي اليوجا بتساعد ان يبقى فيه مرونة وكوة كمان يعني لأي حد بيتمرن يوجا بيبقى عنده مرونة بيعرف يفتح حوض بيعرف يبقى جسمه قوي وده كمان يعني الاكتر اللي بيساعد ده ان هو يبقى احسن النفس لان انتي بتتنفسي وانتي بتعملي الحركة فده بيديكي كوة وباور اكتر يعني طيب طبعا الدنيا حر والناس في المصايف وكده فيه اي تمارين سهلة الواحد يعرف يعملها البحر؟ هو اي تمارين انتي ممكن تعمليه على البحر بس انا بفضل اللي هو ميداتيشن اللي هو يعني تدخلي الاول بتعودي وبتغمضي عينك بتحاول ان انتي بقى تركزي مع صوت البحر تركزي مع صوت العصفير فدوت بيساعدك ان انتي تدخلي في رلاكسيشن وبعدها ميداتيشن عشان الميداتيشن مراحل انا ماينفعش عامل ميداتيشن من غير مدخل الريلاكسيشن الاول انا عارف ان فيه اكيد ناس كتير من اللي بفرج عليها يقول يا جماعة احنا ما عندناش وقت اساسا للميداتيشن وريلاكسيشن اللي انتو بتجد بساعة بجد يعني نفسي بس ان نجرب نعمل ده حتى لو خمس دقيق في اليوم بجد اه معي النهاردة وانا عن نفسي هجرب ويقوليني رايك بجد فعلا الواحد يكون محتاج ان هو يحس براحة نفسية قبل اي حاجة يعني قبل العضلات والليونة والكلام ده كله بحقيقة الضغوطات بتاعت اليوم بقت كتير طبعا وزحمة الحياة بقت صعبة فانا هجرب هجرب هبتدي في خمس دقيق حتى على القلب احاول اخليها روتين بجد وتقود خمس دقيق كل يوم هتفرق معيك كتير صدقين ان شاء الله شكرا كارما وشكور جيروغ ناماستي ناماستي وبكده تكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الاسبوع جاي في نفس المعيد هتوحشونا باي باي